السلام عليكم مشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج نقاط وفي المحور الأول نناقش دلالات اعتداء عناصر وزينبيات ميليشيا الحوتي على نزلاء السجن المركزي لمدينة إب في المحور الثاني هذا المحور نناقش واقع الحريات الصحفية في اليمن في ضوء التقرير السنوي الصادر عن نقابة الصحفيين اليمنيين وفي المحور الثالث هذا المحور نسلط الضوء على مخاطر وتأثيرات موجات الصقيع على المنتجات والمحاصيل الزراعية وما التدابير المتبعة لمواجهتها والمناطق الأكثر تضررا من ذلك الخميس الماضي أقدمت عناصر من ميليشيا الحوث الإنقلابية ومعها عدد من قوة الزينبيات التابعة للميليشيا بالاعتداء على عدد من نزلات السجن المركزي بمحافظة إب بالضرب والتنكين بحسب مصادر حقوقية فإن النزلات تعرضن للقمع المهين وعزل بعضهن في زنازين انفرادية وأخريات تم ترحيلهن إلى صنعاء بسبب مطالبتهن بتحسين ظروفهن المعيشية والصحية والمطالبة بإقالة مدير السجن المدعو رضوان سنان وطاقمه الإداري هذا الاعتداء ليس الأول ولن يكون الأخير في ظل حكم الميليشيا التي لا تراعي الموانع القانونية فضلا عن الحرمات الشرعية والأخلاقية في سجونها حول طبيعة هذه الانتهاكات ورأي القانون فيها سيدور نقاشنا مع ضيفنا من محافظة أو ضيفنا الصحفي والمحامي والناشط الحقوقي رضوان شمسان لكن مشاهدين بعدها أن نتابع هذه المادة ما يحدث سجن إب من اعتداء هو موصلة لانتهاكات ميليشيا الحوثي بحق السجينات في محافظة إب وكذلك بحق أبناء محافظة إب بشكل عام الحادثة تعدي إلى الأثان ما حدث قبل عام من قريمة قتل السجين الشهيدة الثائر المكحل وهذه هي استكرار لتلك المأساة هذا ما يظهر للعالم من قرائم ضد النزل من قبل القائمين على السجن القرائم من حيث المعاملة سوء المعاملة من التعذيب محاولة الانتحار ما هي إلا نتيجة لكثر ما يتعرض له السجنة والسجينات بشكل عام من ضرب واعتداء مستمر من قبل ما يسمى الزينبيات حالة الانتحار هذه هي إحدى نتائج ما يتعرضنا له النزلات إذن مشاهدين هذا الاستطلاع تابعناه وما يدور في محافظة إب وغيرها من المحافظات هناك انتهاكات لحق السجنة سواء من الرجال أو النساء وآخرها ما حدث في محافظة إب من اعتداء وتنكيل بأسجينات وحجز البعض بزنازين انفرادية والبعض تم ترحيل هنا إلى صنعة سيكون معنا المحامي والناشط الحقوقي سيد رضوان شمسان أرحب بضيفي سيد رضوان مرحبا بك ومساء الخير يا مساء النور أهلا بك سيد رضوان كيف تتابعون الأحداث الأخيرة ما جرى في محافظة إب من اعتداء على النساء في السجن من قبل ما يسمى الزينبيات وحجز البعض بزنازين انفرادية والبعض تم ترحيل هنا إلى صنعة موضوع الزينبيات وإيضا السجون التي تعد للنساء لدى جماعة الحوث المسلحة هذا موضوع قديم طبعا هناك جهاز حاليا سمي بزينبيات هذا جهاز نسائي استخباراتي قمعي بحت يقوم على أساس متابعة الناشطات الحقوقيات أو الناشطات بشكل عام الإعلامية التي يقومنا بأعمال طبعا بطالبات بما يتعلق بانتهاكات تقوم بها جماعة الحوث المسلحة وعلى سبيل المثال وقدنا ما يسمى برابطة أمهات المختصة أو رابطات أمهات المختصة طبعا هذه الرابطات تقوم أحيانا بعمل وقفات احتجاجية أو هناك مطالبات فيقوم الحوثي بدلا من واقهته بشرطة أو من هذا القبيل يقوم بالإعاز إلى هذا الجهاز الحوثي المسمى للزينبيات ويقومنا بعملية اعتداءات متكررة وطبعا يقوم أيضا باختطافات وتتبع ويحصل ما يحصل من انتهاكات لهذه اللساء طيب ظروف الحبس والاعتقال التي تعيشها نزيلات السجن في جميع مناطق ميليشيا الحوثي يعني ما هي هذه الظروف التي مؤخرا أيضا استدعت بعض السجنات في إب للمطالبة بتغيير الإدارة المطالبة بتغيير الإدارة شيء بسيط جدا طبعا نريد أن نتحدث عن موضوع السجون الخاصة بالنساء هناك سجون أيضا مثلا الإصلاحية المركزية خاصة هناك النساء والرجال لكن ما قبل وصول هؤلاء النساء إلى السجون المركزية أو الإصلاحية المركزية الخاصة في المحافظات يتعرضنا لنوع من الاحتجاز في سجون خاصة هذه السجون الخاصة خاصة بالزينبيات وطبعا يرأس هذا الجهاز ضباط كبار من من يدينون بالولاء للرئيس الجماعة بشكل مباشر طبعا عملهن عمل خطير جدا طبعا إعاز هذه الجماعة لهذا الجهاز الأمني القمعي يقوم بأعمال لا أخلاقية ويقوم بأعمال أيضا لا تمس لأي لا دين ولا قانون ولا خلق نعم طيب فيما يتعلق بالمقارنة إذا ما قارننا الوضع بالسجون الواقعة في مناطق سيطرة هذه الميليشية والسجون الواقعة في سيطرة الحكومة الشرعية هل هناك وجه للمقارنة أم أن الوضع يختلف تماما؟ نحن نعرف بطبيعة الحال نعرف أن الإصلاحية المركزية فيها شق نساء وفيها شق أيضا يخص نجال هذا فيما يتعلق بوجود هذه المنشآت المنشآت طبعا موزعة على الجمهورية بشكل كامل لكن ما قام به الحوثيون هو إنشاء سجون هذه السجون خاصة أولا لا تصل المنتهكة أو السجينة إلى السجن المركزي إلا بعد أن تمر بعدة مراحل هذه المراحل منها إخفاء في سجون غير معلومة وإذا تتعرض لكثير من الانتهاكات والابتزاز وإيضا للاعتداءات الجنسية وأيضا هناك فرق كبير بينما هو موجود في السجون الخاصة بالحوثيون والسجون الخاصة بالشرعية السجون الخاصة بالشرعية سجون واضحة تماما موجودة أيضا فيها قسم القلب وفيها قسم النساء نحن بشكل أسبوعي نطل على الإصلاحية المركزية مثلا في محافظة تعز إدارة سهلة تعطينا كل المعلومات ونعرف كل سجينة وما هي قضيتها وكلها قضايا جنائية بحتة لكن في السجون الحوثي لا يمكن الوصول إليهن حتى وإن يتم إيصالهن بعد أن يمرنا بمراحل هذه المراحل كلها مراحل تعذيب مراحل اعتداءة جنسية مراحل عمل حاطب الكرامة الإنسانية السجون هي آخر مرحلة من مراحل الحوثي السجون أو الإصلاحية المركزية طيب فيما يتعلق بنزيلات السجن يعني هناك ما يشبه حالة الثورة حصلت في محافظة إب في هذا السجن من قبل النساء هل هذه الانتفاضة التي حدثت داخل السجن يعني بعدها وسببها أخلاقي بالدرجة الأولى أم أن هناك أيضا أمور لا علاقة لها بالجانب الأخلاقي إنما تتعلق بأوضاع هذه السجون هي في الحقيقة السجون أو الإصلاحية المركزية معروفة لها برامج إعادة تأهيل هؤلاء السجناء أو السجينات بحسب برامج محددة أيضا توفير الغذاء اللازم توفير الصحة العامة لهن توفير الدواء والعلاج وكل شيء لكن ما يتعرضن له السجينات الموجودة لدى جماعة الحوثي المسلحة قد خرجنا عن إطار الشيء المعهود أو الشيء القانوني طبعا هناك ممارسات لا أخلاقية تقوم بها جماعة الحوثي المسلحة عبر هذا القهاز المسمى قهاز الزينبيات هن من يسهلن عمليات اغتصاب أو إذلال من قبل قيادات كبيرة جدا طبعا هؤلاء الزينبيات هن من يقومن بهذا العمل تمهيدا للاغتصاب أو الابتزاز الجنسي هذا العمل يحدث تحت مسمى وتحت مبرنات واهية هي أنهن طبعا يقومون بإسناد تهم هذه تهم كاذبة وليس لها أي أساس من الصحة منها أن هؤلاء النساء السجينات يقومن بعمل استخبارات ضد جماعة الحوثي المسلحة وأنهن يقومن بعمل استخبارات مع الشرعية وكل هذا من باب ضرب الخصوم وليس له أي صلاة من قانون همنا الزينبيات أيضا ممارسنا نوع من الابتزاز الجنسي وأيضا من التسهيل لبعض القيادات لبعض السجينات أيضا يعني تعرضنا لابتزاز أو لاغتصاب الجنسي نعم طيب في النظر إلى مسألة الرأي العام الحقوقي والإنساني والجهات المعنية بهذا الجانب كيف تنظرون إلى تفاعلها مع أوضاع السجناء والسجينات في مناطق سيطرة هذه الميليشية طبعا ما يتعلق نحن في ما نقوم به خصوص هذا هو عبارة عن رصد وتوثيق فقط لمجموعة انتهاكت خصوصا إذا حصلنا على معلومات بسيطة نقوم بتوثيقها على أساس لكننا لا نستطيع الوصول إليهن في السجن ولا نستطيع الوصول إلى السجينات حتى أنه إذا كان هناك نساء مثلا قمنا بزيارات لهؤلاء النساء لا يستطيعنا أن يدلنا بأي معلومات خوفا أن يتعرضنا لما تعرضنا له السجينة طبعا العمل الحقوقي في مناطق سيطرة الحوثي عمل منعدم تماما بسبب وجود هذه المضايقات وبسبب وجود الأجهزة القمعية المتمثلة بالزينبيات وغيرها من الأجهزة القمعية الأخرى نعم إذن وضحت الصورة أشكرك جزيلا كنت معنا المحامي والناشطة الحقوقي رضوان شمسان شكرا جزيلا لك ومشاهدين ننتقل الآن إلى نقاش المحور الثاني قالت نقابة الصحفيين اليمنيين 163 وسيلة إعلامية أغلقت منذ أو تم إغلاقها منذ بدء الحرب في البلاد وأن السنة الماضية 2023 شهدت حدوث 82 حالة انتهاك تعرض لها صحفيون ومصورون ووسائل إعلام ومقار إعلامية وممتلكات صحفيين بحسب التقرير السنوي الصادر عن النقابة فإن الانتهاكات تنوعت بين حجز الحرية واثنتين عشرة محاكمة واستدعاءات قضائية للصحفيين وكذلك التهديدات وحملات التحريض والمنع من ممارسة العمل الصحفي وإغلاق وسائل الإعلام إضافة للمعاملة القاسية للمعتقلين ثم إيقاف مستحقات الصحفيين وفصلهم تعصفيا وكذلك الاعتداء والاقتحام فضلا عن مصادرة ونهب الممتلكات يحدث ذلك بينما لا يزال خمسة الصحفيين معتقلين اثنان منهم لدى ميليشيا الحوثي وهما وحيد الصوفي ونبيل السداوي واثنان لدى المجلس الانتقالي هما أحمد ماهر وناصح شاكر إضافة للصحفي محمد المقرمي المغفي لدى تنظيم القاعدة بحضر موت منذ أكتوبر 2015 إذن مشاهدين عن واقع الحريات الصحفية سيدور نقاشنا مع ضيف المحور سيكون معنا الصحفي عصام بالغيث أرحب بضيفي سيد عصام مرحبا بك ومساء الخير مرحبا بك أهلا وسهلا زميلة عزيز شادي أهلا بك عصام في البداية لو تحدثنا عن واقع الصحافة والحريات الصحفية في اليمن مع بداية هذا العام الجديد ما شهدناه في العام الماضي في البداية أسعد الله مساءك يا عزيز وأسعد الله مساء السادة المشاهدين لقناة بلقيس وضع الصحفة في اليمن طبعا بعد الإكلاب الذي شنته جماعة الكوتي أصبح من سيئ إلى أسوأ قائمة الاستهداف بالقتل المباشر والاستهداف بغيرها من أنواع الانتهاكات الصحفيين وهذا ما لم يحصل ربما في معظم دول العالم وكانت على رأس هذه القوائم منذ السنوات الأخيرة تصدرت جماعة الكوتي كأكبر جماعة منتهكة للحقوق الصحفية والبرمية العامة على مستوى العرب حيث قامت باستهداف الصحفيين وقتلهم بشكل مباشر وثقت نكابة الصحفيين في السنوات الماضية مقتل ما يقارب 53 صحفي استهدفوا بشكل مباشر مما قنصا أو عبر العبوات الناسفة أو عبرها من تسريب الارتيالات التي تنوعت أشكالها للأسف الشديد من قصف وغيرها كذلك تصدرت اليمن القوائم العالمية في انتهاكات القرية العامة حيث كما أفاد التقريب الأخير وهو يعتبر تقريب صادم من نكابة الصحفيين لعام 2023 163 منشأة إعلامية تم إغلاقها وللأسف معظم هذه القنوات لم نقل جميعها تم إغلاقها من قبل جماعة الروثي بعد الانقلاب الذي شنقه على الدولة ومصادرتها لمؤسسات الدولة سواء الإعلامية أو غيرها من مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية هدفت الجماعة إلى تقريب البيئة الصحفية شردت الآلاف من الصحفيين أصبحت القنوات الجميعها تبث خارج اليمن أصبع الصحفيين اليوم مشردون إن لم نقل مطاردين خارج اليمن وداخله ومن يوجد في داخل العاصمة الصنعاء وتحت سيطرة الجماعة الروثي هم يعيشون وضعا مأساويا سيئا جدا تفرض عليهم رقابة كبيرة محاصرون في منازلهم لا يستطيعون قول آرائهم بكل حرية السجون تنتظرهم التهتد في حال تجاوزوا القطوط التي رسمتها جماعة الروثي رسمتها الجماعة طبعا عبر ممارسات قمعية شديدة جدا أوصلت رسالة لكل الصحفيين أنهما لم تلتزموا بالخطاب دامي الصادر الجماعة فسيكون المصير كما كان مصير من قبلكم في هذه النقطة ما مصلحة هذه الجماعة من إخلاء مناطق سيطرتها بشكل كامل من الرأي المستقل والرأي أيضا المعارض لها يعني لم يتبقى سوى رأيها في هذه المناطق ما مصلحتها من ذلك الجماعة لديها ربما أو كما هو معروف لدى الإبنيين وللعالم أن جماعة البتي جماعة مكية قائمة على بعد عقائدي للأسف الشديد وهي تحاول من خلال تجريف العمل الصحفي أن لا يحاول أي طرف آخر التأثير على قططها المنهجية والفكرية التي تحاول صبغة الشعب اليمني الواقع تحت سيطرتها بهذه الصبغة وتفرض هذه القبضة الأمنية المشددة على الخطاب الإعلامي من أجل أن لا يعارض باعتبار أن هذه للأسف الشديد البرامج الفكرية والثقافية أو ما يسمى البرنامج الثقافي التابع للأسف الشديد هو عبارة عن خطاب موجه من الله للأسف الشديد ومن أعلام الهدى المقرونين بالقرآن الكريم وخطابهم هو يعتبر بالتوازي مع القرآن الكريم الذي أنزله الله من سابع السماواته فبالتالي لا يجوز معارضة مثل هذه الخطابات التابعة لأبد الملك الكوثي ومن قبلها حساب بدل الدين الكوثي وعلى هذا الأمر خارطة الطريق واضحة لدى أعداد جماعة الكوثي بأنه لا يجوز معارضة مثل هذه الخطابات كذلك هي تنظر بأن الجماعة وفي إطار سيطرتها على الراضي اليمنية وفرض قوتها للشعب اليمني ستكون هناك الكثير من الانتهاكات وسائل الإعلام المتواجدة والصحفيين المتواجدون في مناطق سيطرتها سيحاولون نقل تلك الانتهاكات إلى العالم كما قمت بهذا العمل أنا والزملائي منذ بداية سيطرتها على الأصم الصنع وكان مصيرنا السجن فيتعرف هذا الأمر وجود الصحفيين سيجعل هناك مناخ يستطيع الصحفي من خلاله نقل الحقيقة إلى العالم والحقيقة هي ستزعج جماعة الكوثي وعليه ساعة جماعة الكوثي جاهدة ويكون قوة إلى حقيقة فيما يتعلق بالصحفيين المحتجزين حاليا لدى ميليشيا الحوثي أو لدى المجلس الانتقالي وغيرها من الفصائل في السنوات الماضية كنا نرى صوت مرتفع من خلال حملات إعلامية ومطالبات متكررة للكشف عن مصيرهم والإفراج عنهم ما لاحظناه بذات السنة الأخيرة 2023 لم نجد ذاك الصوت المرتفع والمطالب والمنادي بالإفراج عن الصحفيين المختطفين سواء لدى ميليشيا الحوثي أو الانتقالي هناك مطالبات ولكنها ليست بذلك الصد الكبير الذي كان في السابق لماذا برأيك؟ أريد أن أقول بأن هناك الكثير من المطالبات بالعكس تحصل إلى 2023 لكن ربما مع فروج الزملاء الصحفيين الأربعة من تلك السجون قفت بعض الحملات الإعلامية لكن المطالبات الانتهاكات التي حصلت في مناطق الكوثي مؤخرا وآخرها ما حصل للزميل مجلس صمدي بالانتهاك وضرب بعد الأوامر القضائية التي حصل عليها بإعادة إداعته إلا أن السلطات الأمنية أو ما يسمى جهاز الأمن المخابرات وكذلك السلطات التنفيذية التابعة لجماعة الكوثي رفضت تلك القرارات القضائية وحاولوا إعادة النظر في الأمر القضائي وتم صدور قرار مخارف القرار الأول بنهب محتويات هذه الإداعة وللأسف الشديد كان هناك تصريح خطير من القاضي الذي أشرق على تلك القضية وقال بشكل صريح لمجلس صمدي كما رواها في صفحاتي على غسل التواصل انزل وتزيرع بمعنى أنه لا يحق لك مبارسة العمل الصحفي وأنت إبارة عن مواطن من الدرجة المسحوقة ويجب أن تعود إلى مزرعتك لأن هذا المجال ليس مجالك وللأسف الشديد هناك حصلت بعد حادثة الاعتداء لمجلس صمدي كانت هناك كثير من التضامنات معه الزميل أحمد ماهر هناك الكثير من المطالبات وأتوقع أن السلطات في عدن فيما يتعلق بالزميل أحمد ماهر عصام هذا الموضوع لدينا سؤال خاص فيما يتعلق بأحمد ماهر هناك صحفيين محتجزين أو معتقلين لدى مليشيا الحوثي تم تلفيق تهم لهم عبر محاكمات هزلية وغيرها وزجوا بهم السجون لكن ما نشاهده في عدن في مناطق الحكومة الشرعية في مناطق الدولة يعني صحفي معتقل منذ سنوات لا محاكمة بينما المحاكم تعمل بشكل طبيعي في العاصمة المؤقتة عدن ما دلالة بقاء أحمد ماهر في السجون العاصمة المؤقتة التي هي تحت سيطرة الحكومة الشرعية فكاء الصحفي أحمد ماهر في السجون في عدن ليس مبرراً بأي حال بأي حال وندعو الحكومة الشرعية والفراج المباشر والفوري عن الزميل كونه اليوم مر عليه أكثر من عام ويعاني بي تلك السجون دون أي مبرر قانوني يمكن المبرر به بقاءه في السجن يجب تحويله إلى نجهزة القضائية هذه التي تبت في أمره إن كان مداناً فيجان أو لا لكن عند المقارنة كما ذكرت أنت بين الوضع من الحياة الحقوق والحريات في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية أقولها وبكل مضوح لا يوجد هناك خطر على الصحفي على حياته كما يوجد في مناطق سيطرة الحكومة لا يوجد خطر يداهم الصحفي أو يمكن أن نقول هناك خطورة بالغة تهدد حياة الصحفي بشكل مباشر بالأكتال أو القصف أو غيرها من أنواع الانتهاكات كما يحصل في مناطق سيطرة الحكومة مناطق سيطرة الهوتي مجرفة بشكل كامل منتهكة كافة القنوات التي كانت متواجدة لم تعد متواجدة كل وسائل الإعلام التولياء غادرت تلك المناطق معدى مؤخراً بعض القنوات التي أصبحت تمثل أطراف معينة لكن أقولها بكل وضوح المناطق أو الوضع الحقوقي والوضع الحريات العامة في المناطق السيطرة لسيطرة الهكومة الشرعية وهذا ليس معناه مبرراً للهكومة أن تقوم ببعض الإقراءات التي نعتبرها تضييقاً على الحقوق والفريات وحق الصحافة والحصول على المعلومة نحن نطالب اليوم مجلس القيادة بقيادة رشاد العليمي وكذلك كل أعضاء المجلس باحترام الحقوق والفريات لأنه يا عصام أيضاً ما تعرض له أحمد ماهر لا يختلف بشيء عن ما تعرض له الصحفيون في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي بل يعني تعرض أحمد ماهر لما هو أسوأ تعذيب وانتزاع اعترافات تحت الإكراه وسجن بدون محاكمة يعني هذا الوضع أيضاً غير مقبول يعني نعم ما حصل للزميل أحمد ماهر هو كاتب بكل ما تعني الكلمة ولا يمكن تبريره ولا يمكن الوقوف أو الوقوف صامتين أو الوقوف بشكل سلبي أمام هذه القضية بالأكس نطالب كما قلت المجلس القيادة بالتوقيه المباشر وعلى رأسه دكتور رشاد العليمي وكذلك نائب عيدروس وغيرهم من أعضاء مجلس القيادة النظر إلى أحمد صحبي باعتباره وصمة عار على جبين مجلس القيادة كافة ويجب عليهم الإفراج الفوري عنه كون بقاهه بالسجن ليس مبررا إن كان الزميل أحمد ماهر مدان بأي قضية من القضايا فالأجهزة القضائية والسلطات القضائية هي المعنية بالبت في قضية والمعنية بالبت في أمره أما أن يبقى دون محاكمة حتى اللحظة فهذه كما قلنا وصمة عار في جبين مجلس القيادة والحكومة الشرعية لكن أنت تقول بأن ما يحصل في سجون جماعة التوثيل لا يمكن مطلقا مقارنته بما يحصل في أي سجون في العالم وليس فما بالك في سجون الحكومة الشرعية وأنا أحد الذين مروا بتلك الظروف لخمس سنوات ونصف في سجون العوتي هناك خوف شديد كان هناك خوف شديد على حياتنا كنا سنوضع في مخازن السلاح تم تهديدنا بالتصفير في أكثر من مرة كان الخوف والرعب ملازم لأن أعطيه خمس سنوات ونصف لكن نرى مثلا بعض البلاغات من هنا أو من هناك في المناطق الواقعة تحت سيطرة الكوبة الشرعية تحصل هناك اخطاء من بعض رجال الأمن يتم الإبلاغ عنها ويتم التعامل معها في سريع لكن نحن نشعر أن الزملاء المتواقدين على الأرض لا يوجد هناك خطر مباشر على حياتهم وربما لديك زملاء كثر متواقدين في سميل العزيز شادي على الأرض بمعرب وبغيرها من المحافظات الواقعة تحت سلطة الدولة الشرعية ليس هناك خوف وقلق كما كنا نعيش نحن وتعيش عادتنا وكما كنتم تعيشون أنتم عندما كنا نحن في سيكون جماعة الحوثي كنا نعيش بشكل يومي تفاصيل الحياة اليومية هي عبارة عن مشاهد رواج هي عبارة عن أفلام أكشن جلسات التعذيب لا تتوقف هنا جلسات ممنهجة يتم من خلالها استهداف الصحفيين ومحاولة ترويعهم من أجل الوصول إلى منطقة خالية وفعلا نجح الكوثي بعمله الممنهج من أجل إفراغ من أي رأي آخر من خلال الرعب في وسطة الرعب وعبر الرعب وبرامج التعذيب التي أخضعها وبرامج الاستهداف التي أخضعها لها الصحفيون كافة في مناطقه فنجح في تجريف البيئة الصحفية وأصبحت خالية له لوحدة بينما في مناطق الحكومة الشرعية تحصل هناك أخطاء فردية والجميع يعرف هذا الأمر وليس هذا مبرر أو محاولة لتبرير الأخطاء هذه وإنما هي دعوة من للحكومة الشرعية ولوزارة الداخلية بعمل برامج توعوية لرجالات الأمن وقيادات الدولة وقيادة الأمن والجيش بالتعامل الحساس مع حرية الرأي ومحاولة يضاح أن الصحفي لديه حصانة في الحصول على المعلومة والتحرك بشكل غير مرصود في كل المرأة وضحت صورة أشكرك أشكرك الصحفي الزميل عصام بلغيث كنت معنا من محافظة مارب أو من القاهرة شكرا جزيلا لك ومشاهدين ننتقل الآن إلى المحور الثالث مع حلول فصل الشتاء من كل عام تشهد المناطق الجبلية موجات سقيع سنوية خصوصا خلال شهري ديسمبر ويناير يتسبب هذا السقيع بتلف كبير للمحاصيل والمزروعات إذ يؤثر على طبيعة نموها وتلف أزهارها كما يتسبب في تساقط الثمار قبل نضجها بالمقابل لا يمتلك المزارعون الإمكانات اللازمة لمواجهة آثار ذلك نظرا للكلفة المالية التي تفاق من أعبائهم لذلك يتجه البعض لوسائل وحية تقليدية بما يتاح لهم من إمكانات يقدرون عليها أسهلها رشة تراب على أوراق الأشجار للحيلولة دون تجمد أسهلها مساء عن مخاطر وتأثيرات سقيعة الشتاء على المزرعات والمحاصيل سيكون نقاشنا في هذا المحور لكن بعد أن نتابع المشاهدين هذا الاستطلاع في عيام من شدة البرد على المواطنين أن يطربوا المزارع حقهم من عجل تحسين أثمارهم وكثرة السموم زيادة يدد إلى حريق الثمار البيوت المحمية البيوت المحمية تعتبر أفضل طريقة للمنطقات الزراعية في أيام الشتاء وأيام الصيف حتى برضو والطربلة الطرابيل الحرارية التي تدقيها من أشعة الشمس الحارة لعنى بعض الأثمار بعض الأثمار موسمية تحتاج تدفئة وبعض الأثمار تشتيرها جو بارد ولهذا البيوت المحمية هي أفضل أفضل طريقة تعتبر مكلفة شوية بس تعتبر أفضل طريقة وأمان طريقة حالياً موسمية تسقيح هذا طبعاً يعني يبكر الشقر كل طال مطلول وفيبو يعني طال زي العرق يعني فوق الشقرة هذه طبعاً نحن ما نمسكهاش ولا نمسها لما يعني تجي شمس تضرب الشمس ساعة ساعة ونوص يعني تحف الشقرة تعرف كيف تتعامل مع الشقرة طبعاً ما تمسك بهاش وهي طال ولا هي جي وهذا هو السقيع الذي يؤثر على الشقرة لما يعني أنت تقي تقي هوي طال ما تمسك بالشقرة ولا تعمل بها هو هذا الذي يؤثر عليها نحن طبعاً نتكلم على الذي يؤثر على الشقرة ونحن بس طبعاً يعني نخليها عندما تنتهي هذا الطال تضرب الشمس ساعة ساعتين بعدين نعرف كيف نتعامل مع هذه الشقرة وإلا ما تعرف يعني لما يقي السقي هذا الطال هذا السقي لما يقي يعني في الليل في الصباح يقي الساعة سبعة ونوص ثمانية وعد الشقرة طبعاً عادي في بها يعني طال وإذا طبعاً ما في الشمس وإذا في شمس طبعاً تعرف يعني دنيا وإذا ما في الشمس طبعاً ما تعرف تتعامل معها تقي ساعتين الثلاثة حتى ما حتى ترقي حتى ما يحف هذا الطال من فوق الشقرة من السقي هذا نحن الآن نحاول كيف نحاول نعالج شقرة البرتقال من السقي والبرد نحاول نحن نقص الساعة تسعة الساعة عشرة نبدأ نأخذ الجني من الشقرة ولا نمسكها ولا ندخل داخل الشقرة وهي رطبة لهذا يؤثر الاتماس بالشقرة إذا المشاهدين تابعنا هذا الاستطلاع ورحب بضيفنا سينضم إلينا المهندس بمركز البحوث الزراعية بمحافظة ماربة سيد عبد الناصر المقتري سيد عبد الناصر مرحباً بك ومساء الخير مرحباً أهلاً بك سيد عبد الناصر في البداية ما مخاطر موجات السقيع على المحاصيل الزراعية بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً بالنسبة لل السقيع هو ظاهرة طبيعية مناخية كما هو معلوم تحدث في كثير من دول العالم وخاصة ويكون تأثيرها شديد في فصل الشتاء الضرر تقريباً يعمل بالدرجة أساسية بشكل عام كل المحاصيل الزراعية الخضار الفاكهة وأيضاً محاصيل الحبوب يعني هي تعتبر ظاهرة هذا عامل محدد للإنتاج الزراعي وبالتالي له ارتباط قوي قدام بمسألة احتياجات الغذائية باختلاف أنواعها وبالتالي له ارتباط كما قلت بالأمن الغذائي في البلد وفي أي بلد تتعرض لهذه الظاهرة نعم لكن فيما يتعلق أولاً بهذه الظاهرة قديماً هل كانت بهذه الصورة أم أن الوضع بسبب تغيرات المناخية الحاصلة أصبحت كثير من المناطق في اليمن تعاني من موجات الصعقيع المرتفعة نعم هو طبعاً لا شك أنه معلوم في تغيرات مناخية أو ظاهرة الاحتساس الحراري ألقت بظلالة على العالم كله وبالتالي منطقتنا هي استدناء من هذا الظرف الذي حاصل أنه في تغيرات مناخية بدأ الناس المسوهة المزارعين والمهتمين في القطاع الزراعي أن تغيرات المناخية بدأت تعطي نتائج مؤثرة حول مداخل الناس وحول المساحة الزراعية حتى تأثرت في عمل تغير المناخ ونتيجة الاحتباس الحراري كما قلنا وبالتالي أنه الظاهرة هذه هي محل لازم أن تكون محل دراسة واهتمام من المراكز الأبحاث وهذا طبعاً لنا الطرف في هذا الموضوع وقهات أخرى أيضاً تدرس هذه القماعة تلبيئة لأن تأثيرتها مهيش على جانب الزراعي ولكن تأثيرتها أيضاً بيئية بشكل عام سيد عبد الناصر ما حجم الخسائر التي نجمت عن السقيع خلال هذا العام أو في أعوام سابقة هل هي خسائر كبيرة أم أنها جزء بسيط لا يعود بذلك التأثير الكبير على وضع المزارعين ولا على وضع الاقتصاد هو كتأثير اقتصادي يعني مؤكد في تأثير اقتصادي وليس بالبسيط لأن المناطق التي تتعرض خاصة أنه قلت لك في التغيير المناخ حصل بطريقة غير مع يعني بصورة غير معتادة وبالتالي النباتات أو الأشجار المحاصيل باختلاف نوعها فعلى نمط بيئي وحراري معين وبالتالي التغيير هذه عكاسة نفسها على انتاقيتها وأيضا على مساحات المزروعة لأنه حصل تلف كثير المحاصيل سواء شجار الفاكهة أو محاصيل الحبوب أو الخضار فالتأثير مؤكد اقتصادي موجود لكن طبعا الدراسة دقيقة جدا بهذا يعني ماهيش متاحة الآن لكنها فعلا ظاهرة لأنه الانتاق يقل الانتاق المحاصيل المختلفة الزراعية تأثر بحيث تقل الانتاق وبالتالي نتيجة أنه تعرض المحاصيل إلى ظروف غير مؤاتية لأنه تبرز طاقتها الانتاقية وأيضا قودة المحاصيل أو المنتقات الزراعية تتأثر أيضا بالظروف السقيع يعني في تأثيرات يعني قانب كمي وقانب نوعي فهي فعلا تأثير اقتصادي موجود وبالتالي أنه يشكل مشكلة وتحدي ينبغي أنه ينظر لها في معالجات كثيرة يمكن أن نتطرق لها طيب ما هي أكثر المحاصيل تضررا بموسم الشتاء هذا العام هو طبعا محاصيل العامة تتأثر لكن تتفاوت حسب الانواع لكن معروف أنه محاصيل الخضر كالطماط البطاط البصل برضو أشجار الفاكهة الحمضيات محاصيل الحبوب تتأثر مثلا نشوف بالنسبة للحمضيات أنه نلاحظ أنه أكثر شيء تأثرا مثلا بالنسبة للليمون البنزهير وبعدها يقيل نارينج يقيل يوسفي وكذا آخر شيء هو البرتقال ثلاثي الأوراق أكثر الشعير حساسية والصقيع الشد من القمح وهكذا في مختلف تأثر متباين حسب النواع وحسب أحيانا على المستوى الصنف سيكون هكذا الوضع سيد عبد الناصر ما بيد المزارع القيام به للحد من آثار الصقيع الحاصل والخروج بأقل الخسائر يعني لو لديك نصايح توجه للمزارعين لأنه بعضهم يعني يتضرر من هذه الموجة وهو لا يعرف الوسائل المساعدة بأقل التكاريف للخروج بأقل الضرر هو طبعا في جملة توصيات يمكن واحد يتطرق لها وهي طبعا مهمة الإرشاد بدرجة أساسية وبالتكامل مع الأبحاث وكذا من ضمنها مراعة قانب بالنسبة للمحاص التي هي موسمية أنه موعد الزراعة مهم حتى لأنه لا تتقنب الفترة السقيع بالفترة المراحل الحرقة لنمو يعني مثلا زي ما قلت لك يعني مثلا البطاطة الطماط مثلا تكون حساسة في عمر سبعين لثمانين يوم وبالتالي هنا تكون في خطور عليها لك وأيضا موعد الزراعة هنا مهمة أيضا عملية الري في حال السقيع عندما يكون شديد عملية الري تكون مسألة مهمة على سنة تخفف درجة البرودة بحيث أنه لا يحصل تأثير على عملية الحيوية للنبات باشتداد درجة السقيع عملية الري عملية التدفئة بالوقود السائل أو الصلب في بعض المزارع أيضا مسألة مهمة في قراءات كثيرة طبعا في بعض دول تتقه إلى استخدام الرش في مركبات كيماوية تستخدم الغراض على أساس نوع من الحماية للبساتين ومحاصيل الخضار ومختلف النوع الزراعية في كمصر وبعض الدول العربية في عندهم توصيل بهذا المتاح الحالي لدى المزارع هي عملية الرئي عملية الموعد المناسب ممكن برضو في مراقعة المراكز والبيدات والمستلزمات الزراعية عملية التسميد المتوازن هذا أيضا يعمل نوع من الحماية والمنع للأشقار والمحاصيل بحيث أن تحملها للقهادات البيئية تكون أقوى لأنها قملة متكاملة عقلت لكن عملية الرئي عملية التسميد عملية موعد الزراعة عملية تدخلات الطارئة عملية التدفئة وهذه كلها عملية تساعد أيضا المسألة هذه تطلب خلق وعي زراعي بهذا المسأل وعي شامل نعم أشكرك جزيل الشكر المهندس بمركز البحوث الزراعية بمحافظة مارب السيد عبد الناصر المقطري كنت معنا من هناك شكرا جزيلا لك ومشاهدين بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختم حلقة اليوم من برنامج نقاط أشكركم على حسن الصغاء والمتابعة تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج السميل ودي عطهي أيضا من جميع أفراب ما قم العمل حتى الملتقى في أمان الله اشتركوا في القناة